السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن داكير على القناة داكير انجليش للمصالح 182 يعني هناك هنا واحد نبرة دي الانتونيشن طلعه دوك خاصني انضغط على اف والحركة دي الفوم ديالي بحالكة يعني فو 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 هناك هناك نقاط باش نمد يعني نمد الصوت وهنا اغ بين قوسين باش باش منطقهاش وهنا يا انتونيشن هابدا يعني ما نورقش بزا فلاس وهنا هاد اه معد اي مجيسكي للرمز ديال اي سايت فو 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 سايت غراماتيكل هي نون يسم الشتساني تساني شي واحد اللي عندو الحدث الحدث يعني عندو بحل يعني تكمل منعقله عندو واحد البصيرة عندو تعرف يعني بحل يتيبرمج للإجراءات اللي خالصو يدير الوقع واحد الحدث دونك هذي الناس هذو مثلا هذي درناها في القصة الحقيقية دي التوريزم إلا كلكيتو على البلايليست تعلم نغة الإنجليزية على طريق القصص الحلقة عشرين فيها توريزم سياحة دونك دوتو كاتبين دوتو أوبريترز يعني هذوك الناس يعني اللي تيخدموا في الوكالات ديال السياحة نيد فور سايت يعني وما محتاشين ذاك الحدث أشياء لاش لأنه ولا تواحد نوع ديال السياحة لتشكل خطر على الإنسان مثلا بحل تيطلعوا الإيفيريست تيطلعوا هذا يعني الجبلالية أو هذا يعني كين واحد الخطر على ذاك الشخص ولكن هو يعني يقدر يكون واحد المرشدين السياحيين بشي ضمن السلامة ديال هذو الأشخاص يعني يعني بنسبة يعني تيوجد يعني إلا وقعت شي طريقة كيفاش خصو يتلقى الأمر يعني تسكن عنده البصيرة بحل مثلا نعطيكم مثال مثال ديال الإنسان الإنسان آآ على حساب الجو الجو صبح بلو الضباب ومصافر واحد البلاسة اللي غاي يقدر يكون فيها مثلا البرد أو هذا ويعني هو واخذار الاحتياط دياله قبل ما يمشي ديك بلاسة ويتقلب الجو يعني دا معا قال إلا تقلب دونك الإنسان اللي عنده البصيرة أو الحس تيقول إلا تقلب الجو أشخاص نيدير أشخاص يكون معايا دونك هو تيدي معا ذوك اللوازيم إلا تقلب الجو هذا يعني الإنسان تنقوله عنده بصيرة عنده حدث على واحد الأمر غايوقع دونك هذا هو الشرح دياله يعني بالضبط دونك نقرأه بتأني دونك نقرأ بصوت مرتفع وبسرعة أكثر دونك نقرأ بصوت مرتفع دونكference دونكộ ransom دونكונה دونك 소개 كل واحد حاولوا يعني تعودوا على قدر الاستيطاء لحساب الوقت ديلكم بصوت مرتفع راغا تحسس ان شاء الله البرونسيشن ديلكم بشكل جدري وحاولوا بش ما عاوتوا بصوت مرتفع بش ما يعني الجملة ترسخات في الدين ديلكم وترسخ المعنى ديلكم بش تغلوها في المحادثات ديلكم الى ان نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته